اشتركوا في القناة اخي لديه كزا عنده كزا طيب يبقى هنا هو عايز يوصف الحاجة اللي عندي عنده اخوه بانها موبايل جود الصفة في الانجليزي تسبق الموصوف يعني اقول جود موبايل ما اقول شي موبايل جود طيب والموبايل ده ظرف الظرف ما يوصفش اسم الظرف يوصف الفعل موبايل ده طبعا ايه خطأ في الترتيب وما برضو مبعيد عن هنا اساسها اصلا في الفكر احنا قلنا ايه قلنا ان الصفة توصف الاسم لكن الظرف يوصف الفعل ما يوصفش اسم طيب ماشي تعالوا بعدها يقولك انت تبدو ايه وبعد كده فلو ستوب يو مصت هاف باست يور درايبين ديستان ده شغلك نياجة من امتحان يبقى برضو عايز له ايه عايزو صفة يقولوك هابي انت تبدو سعيد هو بدي معاك العملية من الاول اهم يا دوب توصف خلاص مش هابيلي اللي هي وغدا شكل الظرف ولا هابينيس اللي وغدا شكل الاسم اللي هي معناها سعادة ولا ان هابي ده عكس خالص الصفة اللي هو غير سعيد طيب انا كنت مندهش ان انا اشوف كذا في ايه الشارع المظلم طيب افرد بوي ولا بوي افرد ولا بوي في اهن هو قدامك موجود او اهن ابوي هو غوز افرد ودي السياء الدقيقة ليه لان انا عايز ادي صفة للولد ماشي وتعرف ليه يبقى ليه ولد وهذا الولد كان له له صفة ايه هي انه كان افرد خلاص دي السياغة الوحيدة دقيقة في جملة رقم ثلاثة طيب اربعة هي نوز هو يعرف طيب تعال نشوف الاخترارات المتاحة اولا هو بيتكلم عن ايه بيتكلم عن الصفة ايفل ماشي وبعد كده هو كلمة نوبادي معناها لا احد يعني عايز اقولك انه هو ايه لا يعرف احدا شريرا طب اقولها ان ايفل نوبادي بالترتيب ده اجيب ايفل الاول وبعد كده نوبادي ولا ان اني بادي ايفل اجيب ان وبعد كده هو اني بادي وبعد كده اجيب كلمة ايفل ولا ان ايفل اني بادي ولا نوبادي ايفل السياغة الوحيدة دقيقة هي هو لا يعرف احدا شريرا ده كده الترتيب الدقيق للصف نهرك الشاشة ونروح على الميني تيست الثاني ومعنى حيشانين زي ما قلنا على قاعدة مقارنة الصفات وتفضيلها وكده انت شوفت في فيديوهات الشرح اللي هتفسر عليك الحكاية قوي طيب تعال روح لي الميني تيست الثاني زي ما قلنا واو جميلوا فيها ده تشيتا إز وجايف فراغ ذدير الغزال اه كده ده هو بدأ معاك بحكاية الطرفية المقارنة فأبسط أشكالها تشيتا اللي هي حيوان الفهد وزدير حيوان الغزال عايز يقارن بينهم في صفة بما انه جاب طرفين يبقى مقارنة طب نقول فاصل ده الصفة في ضاع الطبيعي فاصل المقارنة بس زن مش موجودة فاصل زن متحققة وده فاصل ده ده بضيل صفة طبعا صفة فاصل صفة قصية المقطع يعني صفة قصية المقطع مستر والله كلام ده دمنا في فيديو الشرح الشباب صفة قصية المقطع معناها لا تزيد عزل عدد مقطعها عن اتنين زي مسلا فاصل يصفها ايه من مقطع واحد تمام الصفة ده بزيد عدد مقطعها عن اتنين بتبقى طولة مقطع زي مسلا صفة مسلا وعندك انت الشرح في الفيديوهات رجع لك طيب المهم كده مقارنة بنقول ليه بنقول فاصل زي اللي بعدها كلمة معناها حيوان على اللقاء عايز اقول لك هي الاسرع يبقى ده تفضيل يبقى نقول ده فاصلس انا هاخد ايه زي وبعد كده الصفة فاصلة اضيف لايه سيتي تديني دفضيل عشان قصية المقطع تمام اللي بعدها مقارنة بقارن ما بين البيئة في الريف وفي المدينة يبقى كده ده مقارنة الصفات يبقى نقول الهيلثي الوحدها من غير زان والهيلثي ال زان والهيلثي تفضيل والهيلثي فيها تفضيل برضو بس ايه متحقق في هذا هنقول مقارنة ما بين الطرفين يبقى هيلثي اللي هي صفة قصية المقطع منحول الواي الاي لاني هيلثي اخرها واي منحول الواي الى اي ونضيفي ار ونجيب بعدها زان كده تحقق ده المقارنة هيلثي اللي واحدها مش متحققها فيها المقارنة عشان زان مش موجودة فوق ذا كانت يصيد هذا بعد كده هنا تفضيل للريف عن باقي الاماكن في موضوع في موضوع البيئة بتاعته اللي هو المناخ يعني الحلو بتاعه طيب يبقى انت كده عايزي عايزو تفضيل يبقى اقول ده هيلثيست الاكسر صحات ده كده تفضيل صفات طيب ليه ما خدتش هيلثيست لوحدها يا مستر لانه ما فيفيش ذا في الجملة اللي فوق وما فيش ميادول حسفة طيب ذا تورتيس حيوان السلح فائس كذا انيمال ها كده انا عايز له ايه عايز له تفضيل على كل الحيوانات الاخرى في صفة ايه البطع يبقى نقول ده ليست فاست الاقل سرعة ولا فاستست الاسرع لا مجيش ده فاستست الاسرع برضو بس زا موجودة في بيم ما كانش موجودة زا محزوفة بس ما فيش سبب يستطيع حسفها دي حاجة الحاجة التانية مش ممكن يكون السلح فائه هي الاسرع نيجب بعد كده ده فاستر دي تاخد حاجة اسمها ده مور ده مور ده ليست ده ليست يا صفة زماط تبقى ده ده شكل مقارنة وده مش متحق انا عايز تفضيل زا ليست فاست الاقل سرعة حيوان السلح فات هو الاقل سرعة طبعا واضح في كل الحيوانات نتحرك مع المنتيست التالت طبعا كل شوية التمرين بتبقى اصعب من اللي قبلها علشان بيروح لنقطة جديدة من القاعدة في المنتيست التالت اول جملة ولا فيها علي اس 65 كيلو جرامز الشخص ده 65 كيلو and عمر اس 72 والتاني 72 اللي هو عمر سو عالي بقى ايزان عمر يبقى الطرف الاولاني ماشي اقل في الوزن من الطرف التاني اقل في الوزن من الطرف التاني طب نقول هيفيار لا دي كده بتقول ان هو اقصر في الوزن طيب مور هيفي مور ما تنفعش مع هيفي لان هيفي صفة اخصة مقطع ما ينفعش اجيب قدامه همور في المقارنة طيب لس هيفيار اصبر شوية لس هيفي الله ليه مستر ما قلش لس هيفيار لان لما باجي اخد المقارنة ماشي باجيب ده طبعا بنمقارنة بالاقل باجيب والصفة في وضعها الطبيعي ما دخلها ما حولهاش لوي وظيف لها يعني خلاص كده مقدرش اقول دي اسمها مقارنة صفات طبعا هو حاجة اسمها كده دي كده عبارة مقارنة ده انا كده بقارن بمنحكتين بس الفيل في طرف والبقرة في طرف طبعا يبقى نقول ده تفضيل ماشي لا مش ماشي ليه بقى مش ماشي بج لان انا هوا انا بقول اني هو كله هون يكون قولي ماشي بجر تاخن مقارنة تمام تاخن مقارنة ماشي بجر زان ما نفعش اقولي لان كفيل مش عقل وزنا من البقرة يبقى اقول ماشي بجر زان تمام طيب يبقى لما بقول بلس الصفة على حالة لما بقول بماش اديها زيادة بتاخد شكل المقارنة يبقى لو اقول صفة على حالة زي لكن مع ماش الصفة تاخد شكل المقارنة لان دي فيها زيادة عن الطرف قد جملة اربعة بجملة هاتف اللي فيها ده طبعا ماركة عربية معروفة العربية الحديثة منها من الفيات القديمة طيب يبقى اكيد طبعا ايه? يبقى اكيد اه اه اغلى البي امي دابلو اغلى طيب دول ولا مطش بس ولا ده موست ولا الوت دي اسمها طيب يا مستر ما قلت ليش ليه مطش مطش هنا هو ما بستخدمهاش في المقارنة الوحدها قدام صفته وقت مقطع من غير مور من غير مور مطش لما تيجي قدام صفة وقت مقطع تاخد شغل المقارنة بس هنا هو دي صفة وقت مقطع لكيضي لتحطي قدامها مطش لازم يجمعها مور دي كدد اسمها عبارة مقارنة مطش مور مع الصفة طاولة المقطع دا هدينا حاجة اسمها عبارة عبارة عبارات المقارنة. سما في جملة اربعة بعد كده يقول لك. زي ما قولك لازم مقارنة. لازم مقارنة. لان اتنين. مقارنة يبقى اتنين بس. تمام كده? يبقى دي اسمها مقارنة. ما ينفعش اقول لي لانها ناقصها. ما ينفعش اقول لي انجس لانها وقضى شغل التفضيل وما فيش زي كمان فوق. وبعد كده ما ينفعش الصغير ان القصير المقطع ما ينفعش عين قدامها مور. حرك الشاشة شوية عشان نخلي الجمل آآ من خمسة لتمانية ظهرين في طريقة افضل. دبي ها. خد بالك من حكة. ده اسمه ترتيب. الترتيب يجي بعده. تفضيل صفة من غير زه. يبقى كلمة هاي. اسمها تفضيل صفات ايه? من غير زه. خلاص كده. ماشي? دي قاعدة. وموجودة عندك انت ارجع للشرحة اللي ايها موجودة? دي مقارنة. زي بجر اللي هي فكرة دمور دمور. تمام? طيب فيها تفضيل لكن فيها غلطة. ان زي موجودة? وقلنا مع الترتيب اللي هي. مفيش زه في التفضيل. تعالي اللي بعدها. جنين كده ااخد نص تفضيل من غير زه. ليه مستر? عشان الملكية. يبقى انا اقدر اجيب التفضيل من غير زه زي ما عملت في الصفة بيجست. علشان فيه ترتيب الاول التاني التالت. وعملت هنا مع اللي هي صفة معناها محبب. من غير زه جبت لها تفضيل بمست علشان الملكية. يمكن يمكن ان انا احزف زه في التفضيل لما يكون عندي ترتيب ولما يكون عندي ملكي. سابق لك فيها رودينة هي اكثر شخص معين مساعد يعني واحدة بتحب تساعد الناس. طيب. زه فاميلي فضيلي حرف جر. اول اوف ولا واذ ولا ايه وبي مع بعض ولا ان. ان دا فاميلي ان دا وورلت ان دا كانتري ان دا كلاس. تمام? ان وراها زا كزا. معناها في المكان كله. في العيلة كلها. في الفصل كله. في العالم كله. في الكون كله. دي تديني تفضيل. مايكاري از عربيتي مالها باء زان مقارنة يورز. طيب يبقى اول جود. الصفة فضاء الطبيعي. ويل دا ظرف. بيتر مقارنة بست تفضيل. بيتر انا هز المقارنة. اجابة صحيحة في جنة رقم تمانين. نحرك الشاشة مرة كمان عشان نروح لي الميني تست رقم اربعة. كل ماهلها طبعا الجملة ما بتشد شوية. في اربعة في المينتست الرابعة اول جملة. امير از. از. فراغ. از عمر. حلو خالص. از. كزا از. اللي هي از صفة از. ودي انا بستخدمها عشان نقول ان الطرف اللي على اليسار اللي هو امير يتساوى مع الطرف اللي على اليمين اللي هو عمر في الصفة اللي بينهم. ولو قلت از انت از او از انت سو از انت سو والصفة واز. يبقى هنا في عدد تساوي. لكن هو اجاب التساوي. يبقى انت كده عاز الصفة في وضعات طبيعي. ما اجيبهاش مقارنة. ما اجيبهاش تفضيل ما اجيبهاش حتى مغير زي. اللي بعدها مستر محمد عادل. مستر محمد ومن عمه عادل. اتولد هما الاتنين يوم ستة وعشين ستمبر. سنة ستة وسبعين. طيب. ده معنى اي دي سميزة عادل از اي محمد. هما الاتنين كده في نفس السن. مش توله في نفس اليوم. يبقى نقول از والصفة. تمام كده? واز. يبقى از اولد از. يبقى محمد وعادل هما الاتنين في نفس السن. واحنا الفكرة لسه الينها فوق. طيب. العربية القديمة. تمام كده? ذات مودرن ون. نقول تاني الجملة. ذات مودرن ون. عايز اقول ان العربية القديمة ده هي ليست في سرعة ايه? العربية الحديثة. طيب نقولها از زي. از فاست از. اه تنفع. طيب. از نوت تو فاست از. اه تنفع. ما لسه قلت لك الفكرة دي فوق انا مكننا بتكلم عن از واز. لما نكون من از واز في الاسبات. يبقى تيجي اش الطرف الاولانى. وبعد كده و بعد كده والصفة واز والطرف التاني. ده كده زي بعض. لو ما فيش تشابه فيه اختلاف. يبقى نقول الطرف الاولانى. وبعد كده والصفة. كده passt استنفع. تمام? طيب يبقى كده يا? يبقى كده الاجابة الاخيرة اللي هي اني اللي جابتينين فاعضة. بليه ما قلناش دي مقارنة. وانا مفيش مقارنة. تمام? دي بقول لك ايه? بقول لك ان ده ليس في سرعة ايه كذا. عمر بعدها از از طول از احمد. عمر واحمد في نفس الطول. احمد از السيم ايه? كده نعايز الاسم. من الصفة اللي بيحكي عنها. طول معناها طويل. صفة للانسان. لما حولها الاسم تبقى تمام? وده للانسان. انفعش اقول هاي مرتفع لانها صفة. تمام? ما ينفعش اقول طول لانها صفة. ما ينفعش اقول لينكس. دي لينكس دي معناها طول. بس مش للبني عدمين. ده للاشياء. خلاص انا بكلم عن ايه? هنا دولار اتنين قد بعض في الصفة طول. يبقوا هما الاتنين زي بعض في الاسم هايت. نحرك الشاشة مرة كمان. علشان نروح للخامس. اول جملة فيه بقول لك فيها. جدتي كبيرة في السن. كده بقى ان احضر اجيب الصفة في شكل المقارنة من غير زي عشان اختم بها جملة. طرف المقارنة الاولاني تحقق في الجوز الاولاني من جملة لما قال لك جدتي كبيرة وجدي اكبر. خلاص كده بعرف انت بقانب بين طرفين بس. لهم الجد والجد. كده انا مش محتاج زان. مش محتاج زان. خلاص? زمور يو اللي هي زمور زمور دليز زلس. زمور يوكسر سايز كل ما زاد التعديبات انت بتعملها اللي يحصل. زفة غصية مقطع بتاخد شكل مقارنة. خلاص كده? صفة غصية مقطع انت شغال عليها تبقى ايه? شكل المقارنة. تمام? يعني كل ما زيد التعديبات انت بتعملها كل ما كانت اللي اقطعك احلى. احمد اشتر وقت في الفصل. تمام كده? دي بديه تفضيل. ايه بقى? مفيش حد في الفصل ايه? خد بقى اجمع حتة دي. ماشي. لا. لاني از يجب وراها الصفة وضاعات طبيعي وبعد كده از ما يجيش مقارنة. ايه وبي غلط ما ينفعش يتنم مع بعض. ده تفضيل. ايه بقى رجع علي مين? از كليفور از اجابة وحيدة صحيح. اربعة. انا ادك في السن. احنا الانين من نفس السن. نحرك الشاشة مرة كمان. علشان نروح لجي الاستثابة العامة اللي جاية على القواعد بضعة مقارنة الصفات وتفضيلها. اول جملة اقول لك فيها وجاب فراق بعدها اجزام خد بقى اكمل حتة دي. اللي هي ضمير مع مدارع تهم يديني تفضيل في الصفة اللي بتكلم عنها. لما يجيب ضمير مع مدارع تهم يعني ايا كانت ضمير ايه شي مش عارف ايه وبعد كده وتفضيل تالت. تمام? ده تفضيل للصفة اللي بتكلم عنها. ماشي? يبقى ازا كانت الصفة اللي بتكلم عنها انت قصيد مقطع يبقى هتجيب زا والصفة فيها اي سي تي. لو كان الصفة تقول مقطع تيبقى الصفة ضغطة بي. اهو. ما ينفعش اقول لان دي مقارنة. ما ينفعش اقول برضو مقارنة. برضو مقارنة. برضو مقارنة انا برضو تفضيل. خلاص? يبقى اوليه? دي صفة طبيعية. لس مقارنة. الاقل و مور اكسر. فانا عايز التفضيل. البعدها السيدة عزة طويلة. ماش ياسيدي. بط ميسس فريدة ايز. لس اعليم من شوية. ها? لس اعليم من شوية. كده اجيب ايه? اجيب مقارنة. اجيب مقارنة. طيب اقول لس تول. ها دي مقارنة. مور تول غلط. ان الصفة تول قصيد مقطع مفاش اجيب معها مور. ولا مور تولر برضو غلط. ولا لس تولر. لان لو بجيب لس بجيب وراها صفة وضعها الطبيعي ما تاخدش مقارنة. يبقى اقول لس تول. لما اجيب بالزيادة. لو عارف اكتر اقول له اقول ماتش اقول اه ماتش تولر هي اللي قدار اجيبها. لكن لما اجيب لس لا بجيب الصفة في وضعها الطبيعي ما تخلهاش مقارنة. تمام? انت مسا انت لسه علينا مقارنة اقول لك اه مقارنة بوجود لس ماشي لكن لو جايب طولر لوحدها كنت قلت لك اه اخدها لوحدة ده جراف في او ده جراف في الجملة رقم اربعة ده تفضيل اطول حيوان في ايه الحيوانات كلها نحرك الشاشة طبعا نجيب لك كل جملة هي متجابة من ان هي مدينة من ان محافظة ومالي زلك انا مش عاجبني الجاكت ده زان يبقى مقارنة زان يبقى مدارش اقول لارج بس اقول لارجر عشان زان موجودة ده تفضيل انا عايز مقارنة تفضيل من غير زا انا عايز مقارنة هي فعلا شخص لطيف جميل جد كمل عايز اقول لك ايه عايز اقول لك هي الاكسر لطفا يبقى انا عايز تفضيل في الصفة الاساسية اللي هي ايه نايس نايس صفة قصيرة مقطع عشان تخليها تفضيل تجيب قدام هزا واضف لها اس تي بس لان هي اخرها ايه ما تحط لهاش ايه كمان زانيس مش مقارنة مش ايه مش الصفة ده طبيعي ده موس ده يسقطع لانها السفة قصيرة ما نفعش اجيب له قدام هزا موس رسمة زاد قيمة عالية لوحة زاد قيمة عالية في المعرض عملي يعني تفضيل خلاص كده يبقى هالتفضيل في الصفة اللي انت شغل عليها اللي هي ايه يبقى ده تفضيل ده مقارنة ده مور برضو فكرة ده مور ده مور لا مش متحققة ده ليو لس بيدينا عكس الصفة وده في وضعها الطبيعي انا عايز مقا انا عايز تفضيل وقناها في ده موس تعال لجملة تمانية بقول لك فيها ده ستيشن المحطة ووز نيرر ذان اي سوت كانت اقرب مما اعتقد يعني الجملة القدامي فيها طرفين المقارنة تحققوا ايه هم طرفين المقارنة تحققوا ان ما كان المحطة اقرب من الاعتقاد يبقى هو اعتقد ان المحطة بعيدة دي الفكرة الاساسية طلعت اقرب دي ايه الفكرة الجديدة او الوضع الحقيقي اللي عليه المحطة دي بطرفين المقارنة نيرر ذانت حققوا دايق في فلسطوب يعني الجملة دي خلصته فكرة جديدة جاية ايه الفكرة الجديدة جاية ان المحطة ما كانش شي بعيدة زي انا ما كنت معتقد يبقى انا عايز صفة بس ما ينفعش اقول لاني نير معناها قريب وهو ايه كمعتقد انها بعيدة طيب ما ينفعش اقول لاني هنا مفيش طرفين للكلام الموضوع لو لاني خلص اني وضعها الطبيعي ضلع اقرب مما يعتقد ده خلص خلاص احنا في حاجة تاني طبعا فاردز ده ابعد ده تفضيل انا مش هستغل يبقى انا كده عايز صفة بس بس اقول لك في الارج فراغ بعدها في الاجتماع هناك عدد هيوصفه من الناس كزا ماشي من اللي كانوا في المرة العادة يبقى انت كده عايز ايه يبقى انت عايز مقارنة يبقى اقول اه مقارنة ده تفضيل فيوصف وضعها الطبيعي برضو بس ازا متحقق لا انا عايز مقارنة يلا نمشي عام احنا قلنا ضمير مع صياغة المضارع التام كزا تفصيف تالت بتديك تفضيل يبقى ايه يبقى الله 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 يا مستر وهو فيه تفضيل في السوق الاسوأ اقول لك اه مش انت بتقول الاحسن وبتقول الاكبر وبتقول الاغلى وبتقول ما عارفش ايه اه خلاص يبقى اقول الاسوأ يعني ده معناه ان هذا الشيء لديه المقدار الاكبر من السوق في الصفة بفتدهوله ده اسوأ فيلم انت شفته تفضيل في الصفة سيئ اجابة سيئة في جمع نرحكم عشره حسنا شو بقولك فيها السؤال ده صعب جدا ان واحد يقدر يفكر له في اجابة يعني كلمة جراس معناها يعني تمام كده طيب يا عم ما تسهلوا علينا شوية الله يا مستر انت كده جاوبت بسرعة من غير ما تفهمنا لا يا سيدي تعال نقول بالراحة هو بيقول ايه السؤال ده صعب جدا ان الواحد يقدر يفكر فيه او يقدر يوصل له الاجابة صح فبيطلب من الشخص ان هو ايه يخليه اسهل يبقى انت عايز حالة مقارنة تمام كده عن الوضع اللي هي عليه السؤال دلوقتي صعب عايز تخليه اسهل يبقى انت عايز الصفة في شكل مقارنة طب سيمبل ايه ده مش صفة ده ظرف تمام مور سيمبلار غلط لان الصفة سيمبل صفة قصيد المقطع ما ينفعش اجيبه قدامها مور طيب اسيمبل طب فين الطرف بتاع قاز وتكمل ما فيش يبقى ينفع مين بقى سيمبلار هي اللي ينفع صفة في شكل مقارنة قصيد مقطع اختم بيها جملة او سؤال تمام لاني تحققت الفكرة في موضوع المقارنة فيه في الطرف الاولاني من انكم التشغل فيها ايه 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 اخد بالك من حتة ايفين دي اللي اسمها كومباراتف فريز كومباراتف فريز يجي بعدها صفة المقارنة صفة قصيد مقطع في شكل المقارنة خلاص طيب لما اخدناش لانها تفضيل لما اخدناش مور مور ما تنفعش مع صفة قصيد مقطع لما اخدناش مور ما نفعش مور ما تنفعش صفة مقارنة يا وصحيها بجملة رقم اتناشر من حرك الشاشة عشان تروح مع جملة تلاتاشر ويدي وغدة اه اه شكل سؤال بيقول له ما مفضلك كوديو سبيك وعلمة اه وفراه وعلمة صفة طيب سلونس معناها البطء ده اسم سلوست ده تفضيل مور سلولي دية مور ومعاها ظرف وبعد كده سلوست ده صفة في شكل التفضيل او عايز ايه عايز يدي مقارنة للظرف مش للصفة الله هو فيه مقارنة في الظروف يا مستر اه احنا شباب المتفقين على ان الظرف اللي هي سلولي توصف الفعل اللي هو سبيك فهو عايزوا اتكلم ايه ببطء اكتر يبقى مور سلولي ايردريس ووصف السنة كانوا جاء فراغ مور اكسبنسب ذان مين هو كده عايز حاجة اسمها كومباراتيف كومباراتيف اه فريز اللي هي عبارة من عبارات المقارنة طيب اقول مش من عبارات المقارنة اه صح كده دي عبارة من عبارات المقارنة اللي تيجي قدام صفات طولت المقطع لدي دي 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 كسير من من ادوات الكمية والحاجات دي وفيه قليل لأ انا عايز ايه مع مور مع صفة طولت مقطع في الكم شهر الاخيرة كومبتشن كزا في الكم شهر الاخيرة المقارنة او المنافسة يعني اصبحت ايه كده انت عايز ايه عايز مقارنة يا شي طيب اول مطش طفر اه دي هنا هو مطش اسمها وطفر عشان صفة قصية المقطع اه جاب لها الايار بتاعتها طيب مور طف غلط لان صفة طف قصية المقطع مور غلط مع طفلر ليه لان احنا قلنا ايه مطش هي اللي تدينا صفة مقارنة مع صفة قصية المقطع واخده شكل المقارنة طبيعي لكن مور تيجي مع صفة طويلة ما تجيش مع صفة قصيرة مطش مور غلط ما احنا لسا عالين ان مور ما تجيش مع صفة قصيرة يبقى ازاي انت تزرعها معه مطش لأ ما ينفعش كده مين ده الوحيدة الصحيحة مطش تفرق صفة قصية مقطع هي اللي قدرتك اللي تاخد شكل المقارنة تفوضها زي ما انت شايف كده مع مطش خد لك يا عم اسبرينتين ونح نام ماشي انا متأكد انت هتشعر ايه جاب لك بيتر الله 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 طب ماشي طبعا دي مقارنة صفة قصيرة مقطع طب اقولها موست ولا اقولها مور ولا اقولها الوت ولا از الوت بتر الوت تيجي مع الصفة قصيرة مقطع في الشكل المقارنة زي ما انت شايف نحرك الشاشة عشان نخلي جملة رقم سبعتاشر ظهر معنا بطريقة افضل بيقول فيها اليوم وجاب فراغ جاب ازوك فراغ على اسم مقارنة اطح اقول مطش وورم ولا مور وورمر ولا ابيت وورم ولا ابيت وورمر خد بالك مطش مع صفة قصيرة مقطع مفروض تاخد شكل المقارنة زي مش حاصل مور ما تجيش مع صفة قصيرة مقطع ابيت وورم ابيت وورم لا كده خطأ لازم تتقارن تبقى ابيت وورمر تاخد شكل المقارنة طالما صفة قصيرة مقطع تاخد شكل ايه المقارنة جسر دي بالامس مبارح كان بارد هايز ايه هايز اقول لك ايه اكسر برودة طيب يقولها ازاي يقولها مطش مور كولد مور ما تنفعش مع كولد مطش تنفع لكن مور لا مور تيجي مع صفة قصيرة مقطع مش قصيرة تمام كده لا ليه عامل نفس المشكلة يعني وجاب مور طيب صدش ايه كولد لا لكن ايه دقيقة ايذن كولدر لان ايذن من عبارات المقارنة وصفة قصيرة مقطع تاخد شكل المقارنة بتاعها فيها اليار بتاعتي طيب تعالى اروح للفكرة زمور زمور يقول لك كيف بقى في 19 زمور يوريد كل ما زادته قراءتك زي ايه يونو طبعا ايه هتبقى مقارنة زمور يونو لان زمور زمور اهي زمور اهي منفعش اقول زالس لانها هتتناقض لان المنطقي ان الواحد كل ما يعرف اكتر كل ما يعرف اكتر مش العكس زمور زمور مش من القاعد اللي هي زمور زمور مش زمور 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 وبردو زابستيز نفس الفكرة يبقى مين الدقيقة مور احرك الشاشة مرة كمان عشان نخلي الجمل من 20 ل24 زهرين معنا طبعا هو جايب كل ما قدام كل جملة ما كانها في فراغ في جملة عشين فود هي ايتس زالس هيلثي هي ويل بكم طعام كزا طعام ياكل هيجل كل ما جلت كل ما جلت اهي بقى على الصحية بتاعت طيب حين نقول ايه بقى نقول اللي هي لطعمة السريعة ولا تمام احنا بنقول ايه زمور زمور زلس زلس زمور زلس زمور يبقى كل مزارز الاطعمة السريعة اللي هي الوجبات اللي هي التكاوي اللي هو بيقولها كل ما صحيته كانت اقل ايه ايزو جافره بعدها لما اقول افزة تو يبقى مقارنة لما اقول افزة تو يبقى مقارنة خلاص كده يبقى ايه ايه ازة اولدر افزة تو مقارنة مور اول دا ما تنفعش انو دا صفا قصية ماذا اشي اجيب قدامها مور اول دا تفضيل اول دا صفا وضعها طبيعي ننشون بيقولك فيها دا تخد لك من حكاية دي دا ترتيب طالما ترتيب يبقى محتاج تفضيل ماشي من غير زا يبقى الموست تفضيل من غير زا وادا الصفا طوات المقطع هي ايبورتنت يبقى دا اكثر دا الكتاب التاني بالنسبة للكتب اللي هو عملها في ايه في اكثر نجاح خلاص كده مش محتاج زا في دا موسك دي خطأ ان احنا خلاص قلنا الترتيب يلغي زا مور دا مقارنة تمام واذا ليست تفضيل صحيح لكنه بالاقل دي حاجة الحاجة التاني برضو اني موجودة في زا ايجيبت سودي ملكية طالما في ملكية برضو اقدر اجيب تفضيل بموسط من غير زا تمام كده ايجيبت سودي ملكية الاكتجاف الاكثر اهمية في مصر في الثلاث سنة الاخيرة عبار الغاز اللي موجودة في البحر العبيض المتوسط كده شباب يكون تحت تدريب في القواعد جاء الدرس اولي التاني المعاصر شين البارشين لكن تدبنا معك لم تنتهي بعد ان شاء الله تزيني في المزيد مع معنم الخبير المزيد السلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة